بش هنشوفو زيدا علامات بيئة العمال السلبية ومن بين هذي العلامات هو ضعف التواصل صحيح ان نوصل فيما امانكدو كوميونيكاسيون هذه بين الموظفي وبين الموظف و الإدارة نعم اه بين الموظفين انفسهم فبعثهم اكيد كيبدا فيماyon고 كوميونيكاسيون فمع عدم تواصل بين الموظف وزميله هذا يخلق بيئة سلبية وبيئة عمل سلبية وكذلك بين الموظف والإدارة أو الموظف وهنا يدخل دور مدير التصرف في الموارد البشرية ووجوده اليوم موجود لا رجعة تبقية لا غنى عن سأن كونتور نابل نجم قوله بريمورديال بريمورديال نحن نقرأ عندك دكتور برك الله المفاهيم من حيث التصرف في الموارد البشرية موجودين نقطة ثانية المجموعات الإقصائية وهنا نلقاو مقصود بالمجموعات الإقصائية هي مجموعة الأشخاص المقربين لبعضهم لبعض واللي يجتمعوا عادة ويتحدثون يتبدلون يعني كل العلاقات اللي تكبدأ في دونزان كوان يعني يحاولوا يستبعدوا أك الشخص اللي قاعد يعيش في حالة انغلاق في حالة يعني في حالة بيئة جستما سلبية يحاولوا يخرجوه على الدائرة متاحهم ودائرة العمل وهنا يولي يشعر هو يعني بكل يعني إلي إكسكليوكم يشعر بالإقصاء بالإقصاء من دائرة هذك علي سميناهم المجموعات الإقصائية ومن بين قلتك علامات هذه يعني بيئة العمل الأسلبية هي المجموعات الإقصائية هو الأسق الشديد في مؤسساتنا وفي يعني موجودة موجودة برشة ما يسمى بين ظفرين يعني بالتسمية الشرقية الشلالية جاية من الشلة ولا هاكل يعني هذك مجموعات المجموعات الأحلاف المصغرة معناها في بعض المصالح ولا الإدارات ولا الإدارات العامة لتقصي كل من ليس له معانتها مصلحة أو منفعة آنية أحيانا حتى على حساب المؤسسة يؤثر سلبا على العمل يؤثر سلبا على الأول حاجة على العمل ويؤثر سلبا على حتى هذه بيئة العمل النقطة الثالثة من بين العلامات هو التسيير السيء والتسيير السيء من طرف بالطبيعة الإدارة هذين نشوفوه يعني من طرف المدير المباشر يلزم يبدأ معناها نقول وحنا بعبارتنا المدى ولا فايق المدير المباشر دكتور في باله يعرف يزم يعرف بالضرورة سعاتي نجم يكون هو السبب براهو ذلك عليش قلت لكم يعني كما أقول يما يكون منظر البفير نفترضه الحسن النية معناها وكي يبدأ هو على علم يلزم يحاول بشي حد من هذه البيئة نظرا لكونه سعاتي حتى المدير يحاول يمنع الموظف من القيام بالعمل المتاعه يحاول يتنصل من الأخطاء المدير الأخطاء اللي هو ارتكبها ويحطها في الموظف اللي معاه في المؤسسة هذا الكل يعني يأثر على مستوى البيئة السليمة ويساهم في إحداث بيئة تكون بيئة عمل سلبية بيش نخمو الحلول ولا المقترحات مثل فما بعض النقاط اللي هما فما عدم تحفيز مثلا الزملاء فما انعدام فرص التطور المهني هذا من بين النقاط اللي يضمنها التكوين فما ارتفاع معدل دوران الموظفين سكونابيلو تورنوفور وقت اللي ينخرجوا وندخلوا يعني موظفين من المؤسسة هذا يؤثر على العمل يؤثر على البيئة السليمة وعننا زادة نقطة أخرى الشعور بالإرهاق في العمل زادة من بين العلامات توقف نمو المؤسسة زادة من بين العلامات للبيئة السلبية السلوكيات العدوانية في بيئة العمل الخوف من ارتكاب الأخطاء انعدام الثيقة وقت اللي تنعدم الثيقة بينها علش قلنا نحن الكنفينس راو ساسجاني يلزم فما تكون فما ثيقة بين الموظف وبين الإدارة الخلط في الأدوار والمسؤوليات اللي ما يعبر عليها يلزم تكون واضحة من يفعله ماذا هذا الكل يؤثر على من بين العلامات التي يعني تؤثر على البيئة السليمة في المؤسسة وتحدث بيئة عمل سلبية